احتياطي العملة الصعبة في تونس يقتل 114 يوم توريد بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس بتاريخ الجمعة 23 اوة 2024 25 177 مليون دينار أي ما يعادل 114 يوم توريد وهذا وفق معطيات وقتية أوردها البنك المركزي التونسي كما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتدولة يوم الخميس الماضي 22 617 مليون دينار حسب البنك المركزي إيقاف نائب سابق في البرلمان المنحل أكد بليل اسمارة شقيقه إنه شقيقه النائب السابق في مجلس نواب الشعب المنحل الصحبي اسمارة تم إيقافه خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد 24 و25 أوت بإحدى المقاهي وسط مدينة القيروين وتفتيش منزلوث ثم اقتياده إلى تونس العصم دون اعلمه بالجهة الأمنية لقامت بعملية الإيقاف وأضف سمارة أن أسباب إيقافه متازن مجهولة وتم تكلف محامي من قبل عيلته لمتابعة الوضعية المكلف بتسيير شؤون وليت المونستير ينفي ما ورد في بليغ حركة الشعب نفع عيسى موسى المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون وليت المونستير يوم السبت ما ورد في بليغ حركة الشعب بشأن منع عقد اجتماع حزب إقليمي لهذه الحركة في المونستير وقال في تصريح لبكالة تونس أفريق للأنباء أن وقع أعلم السلطة الجهوية لأول مرة بتنظيم نشاط لحركة الشعب وأعلمت الولاية بدورها مصالح الأمن الوطني المعنية بالجهة التي عينت مكان الاجتماع المقدرح وضبطت خطة لتأمين النشاط وأكد عيسى موسى أن السلطة الجهوية لم تمارس أي ضغوطات على أي متسوخ لمنع من كراء فضاء للحركة كما أضاف قائلا لا يوجد داعي لاتخاذ السلطة الجهوية تهل لتأجيل هذا النشاط الحزبي وأصدرت حركة الشعب اليوم بلاغ ذكرت فيه أنه تعذر عليها تأمين فضاء خاص لعقد الندوة الإقليمية لإطارتها وهي كيلها بجهة المونستير والمهدية وسوسة والقيروين المزمع تنظيمها اليوم الأحد بمدينة المونستير وأعلمت مخارتها بهذه الولايات بتأجيل الندوة إلى موعد لاحق وقال القياد بحركة الشعب منصف بوزيزين والحركة لن تتمكن من عقد اجتماعها الخاص بالندوة الإقليمية لإطارتها وهي كيلها بجهة المونستير والمهدية وسوسة والقيروين بسبب تراجع صاحب القاعة المزمع عقد الاجتماع فيها عن اتفاقه مع الحركة ووضح أيضا في تصريح الوكالة تونس أفريقي للأنباء أنه تم منذ الأسبوع الماضي امضاء عقد مع صاحب قاعة بالمنستير غير أنه طلب تقديم ترخيص في حين أن اجتماعات الأحزاب تخضع للأعلام لدى الولاية فقط وليست مطالبة بالحصول على ترخيص مسبق وأضاف بوزيزي قائلا ذكر صاحب القاعة أنه تعرض لضغوطات أمنية وهو ما جعله يتمسك بضرورة الاستذهار بترخيص حسب تصريحه وقال أيضا أن أعضاء الحركة بالجهة حاولوا يوم الخميس الاتفاق مع صاحب قاعة أخرى غير أنه طالب كذلك بترخيص ما أجبر الحركة تأجيل عقد ندوتها إلى في موعدها لكن مقرر اليوم الأحد وربما سيقع عقدها في ولاية أخرى حسب تعبيره الأمين العام للاتحاد العامة تونسي لشغل نوردينة طبوبي خلال إشرافه يوم أمس على افتتاح أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف قال أنه الاتحاد متعود بالأزمات وبالمحاولات لضربه ولكن كل المؤامرات ستفشل وستتكسر في ظل وحدة النقابيين والنقابيات ودعا النقابيين إلى التصدي للحملات ضد المنظمة بتشبيهها وإضعافها ولكن لا يمكن لأي كان أن يحدد المربع الذي يشتغل فيه الاتحاد حسب قوله وشدد طبوبي على أن الاتحاد متمسك بدوره الاجتماعي والوطني ودفاع عن الحرية العامة والفردية وديمقراطية وسيبقى مدفعا عن الحرية وديمقراطية واستقلالية القرار الوطني وسيتو وقال الأمين العام للمنظمة شغيلا أن الاتحاد لن يسكت عن ضرب الحرية وضد قضاء التعليمات وتصفية الخصوم وتخويفهم ودعا القضاء إلى حماية الديمقراطية والحرية حسب تعبيره وبين أن الاتحاد مع محاسبة كل من أذنب في حق البلاد ولكن بالقانون وليس بتلفيق التهم للخصوم وأشاري لأن الوضع لا يمكن أن يبقى هكذا في ظل توتر اجتماعي واقتصادي وسياسي واحتقان وارتفاع الأسعار والمس بالدعم داعيا إلى توفير مناخات اجتماعية واقتصادية وسياسية تمكن من بناء البلاد وتطويرها وأصلاحها بعيدا عن الشعارات والتهديدات حسب قوله وأكد الأمين العام للاتحاد العامة تنسي للشغل نوردين الطبوبي أنه من يراهن على شق الصفوف داخل الاتحاد فهو وهم ودعا إلى الوحدة من أجل تحصين المنظمة وقال الطبوب أن الاتحاد متعود بالأزمات وبالمحاولات لضربه ولكن كل المؤامرات ستفشل وستتكسر في ظل وحدة النقابيين ونقابيات وهذا كان خلال إشرافه على افتتاح أشغال مؤتمر الاتحاد الجهبي للشغل بالكيف كما قال زادة أنه لا يمكن لأي إن كان أن يحدد المربع الذي يشتغل فيه فتح تحقيق إثر تدوين على موقع تواصل الاجتماعي حول عملية اجتياز للحدود البحرية تبعا لتدويل تدوين ومقاطع فيديو على موقع تواصل الاجتماعي حول وقاعة عملية اجتياز للحدود البحرية خلصة جدت منذ شهر جوان المنقضي تفيد أن يبل عمومية بسوسة أنها قد تولت منذ تاريخ حصول الواقعة الإذن بإجراء الأبحاث الأولية الليزمة والإذن بفتح بحث عدلي في الغرض وتم الاحتفاظ بالمضنون فيهم قبل أن يقع التعهيد أحد قضاة التحقيق بالبحث نظرا للصبغة الجنائية للموضوع في تار قضية تحقيقية تتعلق بجراء تكوين والإنخراط في وفاق بغاية تنظيم مغادرة أشخاص لتراب التونسي بحرا خلصة وهي لازالت على بساطة النشر والأبحاث متواصلة حسب ما أكدوا الناتق رسمي باسم محكمة سوسة ويسيم أشريف وزيرة التجارة تأذن بتحسين التزويد بلحوم الدواجن ومضاعفة كمية السكر العائلي أزدت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب التعليمات بتحسين مستويات التزويد بلحوم الدواجن الخاضعة للتسعيرة وتأثير عمليات التوزيع والأسعار للأصناف الخارجة عن التسعيرة بالتنسيق مع المنتجين والمزاودين كما تقرر إثر أدئ وزيرة التجارة يوم السبت لسلسلة من الزيارات الميدانية الرقبية لعدد من الأسواق البلدية والمحلات التجارية بوسط العاصمة ومنطقة حلق الويد بمضاعفة كمية السكر العائلي المروجة ضمن البرامج الخصوصية للتوزيع والترفيع في مستويتها استعداداً للمولد النبوي الشريف مع مزيد توجيه نحو المناطق الشعبية والريفية اشتركوا في القناة